موسيقى موسيقى معنا تعالى فرح وفرفش معنا وعيش لمة العزبة وعيش المواجد وعيش يوم محكتنا وتمعت مبادة وتابع قصص حلوة وفيها ضرائل في العاقل والحكمة نمحي مشاكلنا ما ندعى للغطة لحظة تطرقنا ببتع المدنة نحسن قضيتنا تصطر قواطرنا والطوب للمدنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله الحمد لله اطلع حلم كابوس الحمد لله نبخير نبخير الليل نهار نهار ما قام صحي نحن لسرط الفجر واحدة واش شغلي دي عم ناثر اليوم شغلي عم ناثر شوفه النوم زاد علينا عم ناثر عم ناثر ما انت اللي تقوم للمث الله يحجيك وراق عم ناثر وادي كل يدك باردي ويقولك باردين عم ناثر عم ناثر تعولت ونا نقول المقيف ما يبرد واسرقا أنت اللي تسحب التبرين كله لك و الله عم ناثر عم ناثر قم بس قم قم قد اليوم حصليني الفير عم ناثر واعدة عم ناثر كأنك ما تتحرك اوه عم ناثر 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 ماذا بك أيها العباس تطرق مع هكذا لقيت عي قطني من النوم عم ناثر قلبه وقف عن النبض ويلحك يا أينه الحواد هل أنت متأكد من كلامك Type لاتأكد لاتأكد هذا هو عم ناثر عم ناثر عم ناثر عم ناثر عم ناثر عم ناثر يا والتا لم يبكى منه إلا إسمه وما عاطته لقد قال لقد فارق الحياة ومعليته لقد ترجد عن هذه الدنيا الفانية لا تبكي يا العباد لا تبكي وكلنا سائرون على هذا الدرب كالعباد اليوم بصيح رامح اكيد يحلم يحلم تبغيت نرمح لك هنا وامل حلم كي عين شو بالساعة كم ووقت حلم هو والله حدي ينام فيه مشاحق رامح العباد لما يقوم بصلى الفجر معادي يرجع عينان طيب لحنا صلى الفجر ولا بصلى الفجر لا لا ما افتهم لي شي تبكي قوموا خلينا نشوفها معاهم أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو إن العم مناصر قد انقرض وحانت وحانت وعا وحانت رحله من الكورة الأرضية سمع أنت جايب كلامك وما الناس نفهمه وخل الفلفزا حق أهلك عرضم الله وأجركمه في العم مناصر ماذا؟ حمد أصلي ماذا؟ ماذا؟ ويلي هو معني اجتماعه في الصالة طبعا اينا بالله عليكم ركزوا مشان نعرف نحل الموضوع موضوع الجلد مع أن سبحان الله العم ناصر مات وهو مبتسر خلوا راحا من قد الحين بغلب نشيله المستشفى مشان تصريح الدفن هو الكلام ده هو العقل ده اللي فيك انت نحن لو رحنا بالجلد المستشفى وعرفوا اللي ميت له ساعات لا ندخل في سين وجيم ولماذا السين والجيم ونحن بيننا عشرة منذ سنين يخي ما نحن ناقصينك ولا ناقصين لهجتك وحقك ذي اللي بغيتها فصحة وانت ما تعرف لها يخي فكر معانا فكر خل نحن نحل الموضوع يخي مسك خيرك وشارك لا ما بتنفع نحن سعد الله واي دور في كورك حد اللي في رأسك ياخي أولا المرحوم عنده حق حد شي ولا شي تكلم حد في شي ولا شي في يام الأخيرة طيب حد عنده حق المرحوم شي واي دعين شي ولا شي يخل قم بنروح للسيمان حقه وبنشوف لكن كان في شي ولا لا شي قانون ناقصين يا سعيد كله لما تأثرين كمانا لكن بغناك تجرى الوصية مش هنشوف وفيها هل مكتوب في الوصية أنك تجرأها في قلبك؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولادي أبنائي الذين لم أنجبكم من صلبي ولكنكم أبنائي وأكثر أنا كنت لكم أباً رحيماً مع أنكم مش أولادي ولم أصرف عليكم ريالاً واحداً طول حياتي أنا لم أكن بخيلة والله أنا لم أكن بقيلاً ولكن لكن المعاش 27 ألف ريال لا يكفي أن أصرفه على نفسي فكيف أصرفه عليكم يا أولاد؟ كنا نعيش تحت سكوان نعاني البرك والحرب وقبص البعوض كنا نجوع ونشمع مع بعض ونضحق ونبكي مع بعض لحظة، 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 لحظة خلونا نكمل كلامي، خلونا نكمل كلامي ولو سمحتوا، لو سمحتوا، امسفوا دموعكم لكي لا تادي أهدنا ولي عهدي بعد وفاتي يا صاحب الأن parameters أهدنا بلغط أهدنا تقولهم ألبو مشاريعك كلها فاشلة وقراراتك متسرعة أرجوك يا صعد الله أرجوك ثم أرجوك لا تضيع فرصة القيادة بعد وفاتي بتهورك ومشاريعك الفاشلة وقراراتك الخاطئة ضيع أما أنت يا ولدي يا ضياء يا صاحب نفس بشرة السمراء أنت صاحب قلب أبيض صافي أنت حار طهر خليك عون خليك عون لأخوتك ولا تجيب لهم المشاكل أنا من يوم عرفتك يا ضياء والله من يوم عرفتك يا ضياء وأنت في مشاكل وحتى ما عرفتي بك حتى ما عرفتي بك يأت من بعد مشكلة يا أبي يا ضياء أبعد من الشر وغني له والباب الذي يأتي لك منه ريح سده وسريح درويش كل يادانه صاغية درويش يا بدرويش بغيتنا نقول لك واه يا درويش أنت عاشق ومحب للغة العربية والشعر ولكن كل الكلام اللي تقوله ما له علاقة باللغة العربية واللغة العربية متبرقة منك لأن مشكلتك يا درويش أنك جيت للغة العربية من قفاها والجماعة الجماعة اللي عندك دحين متضايقين منك غرام غرام وأنا أنا الوحيد اللي الجاملك وأنا الآن خلاص خلاص أنا متد والآن أمام الطريقين يتتعلم اللغة العربية الصح يتبطل ولا تجعل نسمى وتخلي الناس يضحكون عليك هذه نصيحة من ميت سعيد 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 أعطي الوصية اللي ضياء واستمع لكلامي استمع كل اللي بقوله لك ومن غير مقدمات شوف يا سعيد أما أنت ما أفادك تعليمك ولا تقافتك لأنك إنسان بوجهين ألا يا عمازل أنا؟ لا تقاطع كلامي لا تقاطع كلامي يا سعيد واستمع وانت ساكن انت يا سعيد دائم تنافق ولا تقول رأيك بصراحة ومشكلتك عادك تتبع ضياء وشوفه بيورثك وهناك دخلية على الأصف آه كلام كلام الكلام موجه لسعيد ما هو لك يا ضياء سمعت سمعت أيوة كلام موجه لسعيد يا سعيد هذه نصيحتي لك هذه نصيحتي لك ولا تتحوش من كلامي العباد والألف يا عمازل والألف ما نناسيت يا العباد والله ما نناسيت قل لي ليش ليش؟ أيوة قلت لي ليش أنت كنت تخدمنا وتصبر علي وعلى معاناتي وقالوا من صبر تعوض وما يبطي الثيل إلا من كبره يا العباد سمعت الساعة والكمر والراديو شلهم وبيعهم وسدد الدين لصاحب البقالة والباقي لك نسيت ومعاي علبة متحصلها موجودة بين الأدوية هون حقي سمعت علبة فكس عادلة ما استعملتها وردها لصاحب البقالة وشل قيمتها أصفينا يا العباد أصفينا أولادي أنا بريت دمتي ولا تنسوا أبوكم لا تنسوا أبوكم آه وسامحونا سامحونا يا أولادي أنا قلت سامحتكم ولي رجاء أخير يا أولادي رجاء أخير لازم تنفدونه لازم تزوروا قبري وتقروا علي القرآن وتبنون لي مسيد ومستهبل موسيقى عشت ومت فأصبحت في عداد الموتى وكنت حياً وتوفيت فأصبحت قتوفية ومن توفي قد توفي فقد مات من توفي من توفي حرام عليك حرام عليك يا ذرويج تعبته حي وتتعبه حتى هو ميد أجعتها تقولوا لي هذا الكلام التافك؟ لا اللي معا يقولوا لي بتاع البقوق في الصالة اذهب وأنا سوف أعطي خلفك قالوا يبوا ريلك بريلو است ومست هيا هيا نودة راح بيجيبهم على الجهة هوياء ها بغاك منهم دالة ثلان دالة وجودهم كمعدمهم تايب نحنا دا حين بنتكلم في اللي مفروض بنلقيه ها واندرويج ساعة يبكي وساعة يشعر وساعة يبكي نام مهم داري ومعناتو كاذا ادخل تجلس تجلس كما تجلس سعيد نحن نجهزه وبعدها ننقل مرحوم للمسجد لأنه في مغسلة هنا بيكفلونه و بيغسلونه و بيصلون عليه والأوراق نبادورف على النساء و بلقي إعلام في الإداعة و في الواتساب والسلاة في المزيد و الدفن في المقبرة ريض و أنا بقيب النعش و بنودي المزيد خلا نزيل بس في أشياء أهم من هذا كلها مذكرناها واي تصريح الدفن و شهادة الوفاء من وين يستخرجونه؟ هذا لازم تكون شهادة الوفاء تخرج من المستشفى أو نجيب دكتور لهني للأسف يا جماعة الرجال مات حولي يا دكتور و حولي واه معطور هودة انت بس فدري منك الا الاستهباء الهودة لحوة كله عرفها يا دكتور لح من شان نخري التصريحة قد دفن كيف أول شي الجثة لازم تشلونها المستشفى من شان يعرفون ايش هو سباب الوفاء قد يكون موت طبيعي و قد يكون اختناق و قد يكون انتحار بيدو مميثك يا دكتور هيدا شكل واحد ينتحر سباب الوفاء سباب الوفاء سباب الوفاء ايش فعاكم من شلو المستشفى بنهيب للتوكتو بنحمله واه كباتهو كبات صعد الله مالك ساك اتكلم انا شكو مالك صفطور انت ما تنظرون للموضوع من العمق لما بنقوله للمستشفى الموضوع مهو سهل وضح كلامك ايها الصعد الله س permet بيعرفوننو عم نناصر مهو دا حين مات بيقولون هاده مات من الليل بانيباندخل في سين وجين بعده قالكنه وكل لzzo بندخل في دائرة الاتهام اه انه معي فكرة بندفن وعندنا هيني هناك عشان نشفلق فواتح رياد لا شش 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 كمل فكرتك يا صد Jane ما بنقدر نفكر والقادمى هاده قاعد بيننا محيني يهني معناتي أمي نرور أيوه قوم رواح واضهني الديهت عمك ناصر ورجوله بجعل ما يتصلب بني ممكن قب محيني يا اضوم نريدوا حنن شوف المثال الذي يقول يد من سلقت ما خافت أهل بتقصد علي وانتم معارفين انا ما اننا السبب في وفاته أيوه ونتصل بالشرطة وبنخبرهم بالإحسل حضرنا يا عم ناصر ما بدهن لك حضرت لك الدهن حق الاكل ما انو الدهن حقك موجود هنا بس بس ما عصيتك انك تقول لي دوب انو ما نلمس شي من حقك فحضرنا بدهن لك بالدهن حق الاكل يرحمك يا عم ناصر الله يرحمك يا عم ناصر والأم انا مداري كابلك يا عم ناصر حضرنا يا عم ناصر حضرنا يا عم ناصر يرحمك الله يرحمك بس قولوها بس اني اتتن السزوك أحسنت أفتكيت من درويش ومن ذياء ومن سعيد وحتى مني نقوة أصلاً لحنا كنت أبيخ ناس العالم الله يغفر لك ويرحمك الله يغفر لك ويرحمك ماك تصل أنت صاحب الفكرة كان لك متردد الله عدو نداري لكي وان الله شغل شو بك يا عم ناصر متت بدون مقدمات موتة وان بغيته يستهدن يقول لك أنا بأموت لحلقاً يمرض لمرض بشل المستشفى وان مات عندهم عبن تحنب الله شغل اتصل 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 طيب وكم رقم الطواري واحد واحد تسعة تسعة واحد واحد السلام عليكم فوك السبيكر خلح الاسمها فوك السبيكر السلام عليكم عليكم السلام ونحمة الله كيفك يا طيب تفضل تفضل الله يزيد تفضل قلت لك معانا واحد مات معبضة معانا طيب مات في حريق والله لماذا؟ لا 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 خير موت طبيعي يعني قام كما تقول نام يقوم من الصبح وهو ما قام طيب وين المشكلة؟ المشكلة بغانا تصريح الدفن والشهادة وفاة واه مستهبل انت لا لا والله نتكلم جده وتكلمه اه والله 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 ما تعلونه دحينه يجعله عندنا والعباد يدهن له والعباد يدهن له يعان.... ياعان انتوا ناس فاضين لأ والله أننا لا نحن فاضين نحن ناس تحنبين من الصبح طيب قطونا ايش نسوي لكم؟ مغينا.. يعني خاص.. عدموره ملعب والله غريب أمركم معاكم مفاوة تصوصنوا بالمطار موسيقى معانا تعال افرح وفرفش معانا وعيش لمة العزبة وعيش المواجب وعيش جو ضحكتنا ودمعت مجالة وتابع قصص غلوة وفيها ضرائب بالعام والحكمة بمحي مشاكلنا بانجع للغضة لحظات يطرقها في بيت عزبتنا نحسن قضيتنا تشطى خواطرنا ونقوم لنبتنا موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة